جزء مهم جداً يجب أن نتطرق إليه حضراتكم عارفين أنه سوريا منذ 2011 وهي تم وضع مجموعة من العقوبات ضد النظام السوري مجموعة من العقوبات والقيود التي فرضت من الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية كندا، أستراليا، سويسرا وغيرهم من الدول وده كان بالنسبة لهم عللوه بأنه بسبب أنه النظام السوري بيقمع المدنيين على مدار الفترة الماضية حتى كان الاتحاد الأوروبي فيه اجتماع مؤخراً أعتقد كان منتصف العام الماضي وقرروا أنه هم يمدوا تطبيق هذه العقوبات ضد النظام السوري حتى يونيو 2023 بشكل مبدئي طيب، هذه العقوبات ما زالت موجودة حتى الآن ورغم وجودها إلا أنه كان فيه حجم من المساعدات اللي بيوصل إلى بعض المناطق القليلة في سوريا عن طريق بتمر من الحدود التركية المشكلة أنه حتى هذا الطريق اللي كان بتصل من خلاله المساعدات عن طريق تركيا إلى الأراضي السورية حتى هذا الطريق بسبب الزلزال اتضمر فاتقفل الطريق ده السؤال اللي بيطرح نفسه في هذه اللحظة هل هذه الدول التي ذكرناها التي تطبق عقوبات على النظام السوري منذ 2011 الاتحاد الأوروبي، كندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية هل أو ألا يمكن أن يستثنوا الظروف الراهنة لتقديم المساعدات للمدنيين في سوريا؟ فرق إنقاذ تصل إلى هناك مساعدات تصل إلى هناك مستلزمات طبية اللي هي أكتر شيء مطلوب في الوقت الراهن في سوريا وفيه فجوة كبيرة جداً فيه فيه ظرف استثنائي صعب وهذه الدول دائماً تحدث العالم عن حقوق الإنسان والكلام ده كله ألا يستدعي الأمر في هذه الظروف الصعبة إنه يتم استثناء تطبيق هذه العقوبات في الوقت الراهن؟ أعتقد أن ده المفترض يتم وأنا ببحث في هذا الأمر عشان أشوف هل في نية ولا لا لقيت وكالة الأسوشياتي بريس نشرة على لسان أحد المسؤولين في أمريكا والاتحاد الأوروبي اللي بيقول إنه أمريكا وأوروبا مش هغيروا موقفهم طب ده منطقي طب ده كلام يخش العقل أمريكا والاتحاد الأوروبي يعني ألا يستدعي الأمر إنه هم يوقفوا أي عقوبات موجودة في الوقت الراهن لتقديم مساعدات مباشرة لأبناء سوريا للضحايا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه زي ما قلت لحضراتكم كمان الكرسى الأكبر إنه المساعدات اللي كان بتوصل قبل كده المناطق في سوريا زي إدلب كانت بتوصل لإدلب من خلال جنوب تركيا وهذا الطريق اتضمر بسبب الزلزال في تصريحات أخرى كان المتحدث باسم الأمم المتحدة بيتكلم على إن إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا تعطل المساعدات اللي كنتم بذكر لحضراتكم إنها بتوصل لإدلب عن طريق تركيا بيقول إنه حتى المساعدات دي مش هينفع أنها توصل لإنه البنية التحتية اتضمرت وبالتالي يصعب الوصول إلى الطرق التي كانت تؤدي إلى أو من خلالها تصل المساعدات إلى إدلب حتى الطريق الوحيد اللي كموجود إن عدم ألا يستدعي الأمر إنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يبحثوا فكرة أو مش يبحثوا بل موضوع مفيش وقت يسمح بالبحث في وقت يسمح فقط باتخاذ القرار السليم في هذا التوقيت لتقديم المساعدات لأبناء سوريا فإنقاذ تصل إلى هناك غذاء يصل إلى هناك الدواء ومستلزمات طبية والمستلزمات الضرورية لإجراء العمليات الجراحية للمصابين كل ده عشان كده لو إحنا بنبص على أرقام الضحايا والإصابات وشايفين أنه العدد أكبر في تركيا أدعي بأنه العدد أكبر في سوريا لكن لم يتم الوصول إليه حتى الآن فأتمنى أنه يعني لأنه لا يصح إلا الصحيح أنه موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تغير في هذا الظرف الصعب وبالإضافة لده أتمنى من كل الدول العربية اللي كلها الحقيقة قدمت مساعدات يعني نكتهد جميعا في تقديم المزيد من المساعدات الضرورية والملحة لأبناء سوريا حتى أنه النهاردة كان دكتور تادرس أدنوم مدير عام منظمة الصحة العالمية بيتكلم على أن المنظمة هترسل بالفعل يعني فرق أنقاذ وطائرات محملة بالأدوية والمستفزمات الطبية لكل من تركيا وسوريا لكن كمان ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا دكتورة إيمان الشنقيتي قالت أنه سوريا في أشد الحاجة للأدوات الطبية والمستحضرات الطبية والأدوية مطلوبة حتى قالت أنه حجم الطلب عليها ضخم جدا لأنه فيه نضرة في هذا الأمر زي ما كنت بسأل عمر منذ قليل عن المساعدات المصرية الطائرات العسكرية المصرية أقلعت خمس طائرات منذ يمكن منتصف اليوم وبالتالي أظن أنها تكون وصلت بالفعل إلى الأراضي السورية والأراضي التورية